بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة أود أن أتوقف معكم اليوم في رحاب آية عظيمة طالما شغلتني فتدبرتها وتأملتها ووجدت أن فيها عجائب فيها آيات فيها معجزات فيها أشياء تجعل الإنسان يحتار كيف تم تركيب هذا الكلام هل هو كلام بشر أم كلام رب البشر تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني للوهلة الأولى هل يمكن لبشر أن يقول ذلك؟ وما مصلحة هذا البشر؟ وإن من شيء يعني كل شيء وإن من شيء معناها كل شيء يسبح بحمده طيب هذا الذي تدعون الخطاب للملحدين أنه ألف القرآن أو يفتر على الله كذباً لماذا ينسب لله عز وجل هذه العظمة؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً طبعاً لو تأملنا قبل هذا الكلام نجد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن هذا كلام أعلى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً أنا سأتأمل معكم اليوم أيها الأحبة المعجزات الموجودة في هذه الكلمات على رغم من قلة عدد الكلمات إلا أن أبعادها كثيرة جداً وفيها إثبات على أن قائلها لا يمكن أن يكون بشر يعني لنقارن طبعاً أنا لا أحب أن أنتقد عقائد الآخرين أو كتبهم ولكن المقارنة الضرورية لندرك الفرق أنا قرأت ما يسمى بالكتاب المقدس وطبعاً أنا أعتقد أنه كتاب لست أنا بل علماء اللهوت يعتقدون أنه كتاب كتب من قبل عدد كبير من الناس عبر مئات أو آلاف السنين فلذلك لا أعتبره أنه وحي من الله مباشر لسيدنا موسى أو عسل بل هو مجموعة من القصص كتبت وهذا ما يقوله علماء اللهوت يعني هم أدرى بكتبهم طيب هل ترى هذا الكتاب المقدس على الرغم من العدد الهائل للصفحات يعني أكبر من القرآن على الأقل بأربع أو خمس أضعف خمسة أضعف ربما أكثر لم أجد فيه آية كهذه الآية يعني على الرغم من أنني تأملته لم أجد آية عظم الله عز وجل مثل هذه الآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يعني ارجعوا معي أيها الأحبة إلى القرن السابع الميلادي حيث عاش النبي عليه الصلاة والسلام لنفرض أن هذا النبي الكريم أراد أن يكذب أو يفتري على الله كما يدعون طيب لماذا لا يمدح بنفسه مثلا لماذا لم يجعل من نفسه إلها لو كان لديه كل هذه السيطرة ويستطيع إقناع الناس لماذا يمجد الله عز وجل تسبح له السماوات السبع لماذا يمجد الله ويرفع وينزه الله عز وجل عن الولد وعن الشرك وعن النقص ويعطيه كل صفات الكمال ويعطي نفسه صفات العبد البشر الذي لا يعلم الغيب الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفعا الذي يحتاج إلى رحمة ربه لماذا يعني يجب أن نكون منطقيين في الطرح لا يكفي أن نقول القرآن ألفه محمد صلى الله عليه وسلم وقام بالإضافة والحذف بعد ذلك الصحابة والتابعين وكذا والأمويين عدلوا فيه والعباسين عدلوا وكذا تقول الكلام سهل ولكن الدراسة والعالم والمنطق يثبت عكس ذلك فهذا النبي الكريم لو أراد الشهر والمال والسلطة لماذا يمجد الله ويجعل نفسه عبدا لله سبحان الذي أسرى بعبده أعطى نفسه مرتبة العبد وهذا في عرف العرب دائما حتى تدرك عظم الآية ارجع للبيئة والثقافة التي نزلت فيها هذه الآية البيئة السائدة في ذلك الوقت والثقافة السائدة كيف كانت ثقافة الناس كانوا ينظرون إلى العبيد على أنهم الطبق الدنيا تخيلوا معي فقط لنتصور أن رجل مثل أبو لهب مثلا وهو من كبار صناديد قريش ومن زعماء قريش أن يصفه أحد الشعراء بالعبد ماذا سيقطع رأسه لأن كلمة عبد فيها إذلال وفيها إذلال هذا المفهوم الذي كان في الجاهلية وحتى اليوم يعني أنت إذا وصفت زعيم كبير تقول له عبد مشكلة النبي لو كان هو من ألف القرآن لماذا أعطى نفسه مرتبة العبد سؤال يجب أن تفكر فيه أخي الحبيب حتى كمؤمن يجب أن نفكر وإلا ماذا يعني أفلا يتدبرون القرآن ماذا يعني أن نستمع ليلة نهارا فقط للقرآن أو نحفظ من دون فهم لا أو نفسر فقط لا يجب أن تتدبر أن تقول لماذا هذه الآية بهذه الصيغة لماذا طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه في القرآن أنا أخاطب الطرف الآخر الذي يدعي أن محمدا هو من ألف القرآن وأفترض ذلك سأفترض ذلك صحيح صحيحا لنرى نتائج هذه الفرضية طيب أول مرة يذكر اسمه في القرآن نحن نعلم أن اسم محمد ذكر أربع مرات فقط في القرآن أول مرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني محمد هو رسول مثله مثل أي رسول آخر قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إذا يعطي نفسه مرتبة البشر الذي تميز بالوحي فقط بشر وهذه المرتبة يستحيل أن يعطيها إنسان لنفسه وهو يبحث عن الشهرة والمال والجاة والنساء والسلطة والزعامة وغيرا يستحيل الأمثلة كثيرة قديما وحديثا منذ زمن فرعون فرعون قال أنا ربكم الأعلى الزعماء الكبار حتى في العصر الحديث يصنعون تماثيل لأنفسهم يكتبون كتب ويمجدون يجعلون الناس مجدونهم النبي قال أنا عبد وأنا بشر الله أوحله ذلك ليس هو الذي قال على فكرة لأن القضية لو كانت تابعة لشخص كل شخص يحب أن يمجد في نفسه يحب أن يعلي من شأنه النبي قال أحاديث كثيرة يؤكد لنا أنه لا يعلم الغيب يؤكد لنا أنه عبد ولكن هم لا يعترفون بالأحاديث دعونا نبقى في مجال القرآن آية ثانية الله يقول فيها إنك ميت وإنهم ميتون يذكر نفسه بالموت ويقول إنك ميتون هل هناك إنسان يقول لنفسه إنك ميت وإنهم ميتون ماذا يعني ذلك يعني أن هذا النبي كان نظره وهدفه وحياته ومنهجه وكل ما يقوم به متجها نحو الآخرة وليس نحو الدنيا كان يعمل لما بعد الموت يستحيل أن نجد إنسان كاذب يعمل لما بعد الموت أعطوني مثال واحد فقط في التاريخ إنسان مثل فرعون أو غيره أو ديكتاتور أو إنسان زعيم هتلر أو أي إنسان يعمل يكذب على الناس ويريد الشهرة ويعمل لما بعد الموت لا يوجد إذن هذا دليل ماد ملموس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أن يعمل لما بعد الموت لذلك أيها الأحبة عندما نتأمل هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم ندرك أن قائلها ليس بشراً إنما هو الله يمجد نفسه وينزه نفسه عن الشرك وعن النقص وعن الولد تسبح له السماوات السبع كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأهمية الرقم سبع طبعا هو رقم سائد منذ عصر الفراعنة رقم سبع رقم له قداسة عند الشعوب ولكن ما مصدر هذا الرقم؟ هل هي الأساطير؟ يعني لماذا اختارت الأساطير الرقم سبعة؟ اليوم أيها الأحبة أو في العصر الحديث ثبت أن كل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات وأرضنا تتألف من سبع طبقات وأيام الأسبوع سبعة والعلامات الموسيقية سبعة وألوان الطيف الضوء سبعة وطبقات الجلد سبعة وفقرات الرقبة سبعة والرقم سبعة يدخل في تركيب كثير من أعضاء الحيوانات والكائنات الحية والرقم سبعة له مدلول كبير في الكون لذلك عندما يقول لك الله السماوات السبع فهذا يعني أن عدد السماوات جاء متناغما مع النظام الكوني متناغما مع ما نراه بأعيننا أهمية الرقم سبعة بما أن كل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات فهذا يعني صدق كلام الله تبارك وتعالى لذلك أيها الأحبة وجود الرقم سبعة في هذه الآية وارتباطه بالسماوات السبع دليل على أن الذي حدد عدد السماوات السبع له علم بعدد طبقات كل ذرة من ذرات الكون وهو الله عز وجل لأن طبقات الذرة هذا اكتشاف في العصر الحديث طبقات الأرض اكتشاف في العصر الحديث وهكذا فتسبح له السماوات السبع تبكي على المكان الذي كان يصعد منه العمل الطيب لهذا المؤمن والأرض تبكي على الموضع الذي كان هذا العبد يعبد الله فيه ويسجد لله فيه بينما الكافر الأرض لا تطيقه والسماء تكرهه هذا الملحد بكروه إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإذن هذه الآية تقول لنا السماوات والأرض تتكلم وتسبح طيب ماذا بعد ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده طيب هذه معلومة بالنسبة لنا معلومة غريبة طيب هذه الشجرة كيف تسبح أيها الأحبة كل ذرة من ذرات الكون لها اهتزاز معين الصوت عندما تقول سبحان الله هذه العبارة ماذا تعني تعني أنزه الله عز وجل طيب ما هي هذه العبارة مما تتركب فيزيائيا تتركب من ذبذبات صوتية من اهتزازات صوتية أو اهتزازات ميكانيكية ينتقل الصوت عبر موجات الهواء من خلال اهتزازات أو موجات طيب بما أن كل ذرة لها اهتزاز إذن لها صوت ولكن لا نفقهه ولا نس يعني ربما نسمعه ولكن لا نفقهه فبما أن كل ذرة تهتاز واهتزازها هو تسبيحها إذن كل شيء يسبح الله طيب الشجر يصدر ترددات صوتية النامل يصدر ترددات صوتية يعني حتى حتى اه الكثير الارض الارض ذاتها تصدر ترددات صوتية منخفضة باستمرار والعلماء رصدوا ترددات صوتية لكل شيء تقريبا ولكن لا يفقهون هنا يعني ملبح مهم إعجازي لو كان القرآن من عند بشر ربما يقول وإن من شيء اللي يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم يعني لو كان بشر يريد أن يجتهد يقول لا تسمعون ولكن العلماء سمعوا صوت النمل وسجلوا الترددات الصوتية التي يطلقها الشجر والنبات والورق طيب ولكن لا يفهمون ماذا تعني يحاولون يقولون هذه استغاثة النبات هذا حرب للنمل هذا نداء للنمل بين بعض ولكن لا يعرفون بالضبط ما هذه لذلك يسمونها ثرثرة يعني عندما لا تفهم شيء أنت حديث لا تفهمه تسميه ثرثرة وهذه الكلمة موجودة على الدراسة التي اكتشف فيها العلماء أن النمل يصدر ترددات صوتية النمل يصدر ترددات صوتية وباستمرار لفترات طويلة فاعتبروها ثرثرة لا معنى لها وهذا يؤكد أنهم لم يفهموا وبالتالي لا تفقهون تسبيحهم انظروا إلى دقة الكلمة يعني لو قال لا تسمعون ربما يكون هناك خطأ علمي لأننا نستطيع أن نسمع صحيح أنني أنا لا أستطيع بأذني البشرية أن أستمع إلى صوت النبات ولكن هناك أجهزة حساسة جدا تسجل الذبذبات التي تطلقها الحشرات والنمل والحيوانات والأرض والفيلة وكذا بالإضافة إلى النبات فهذه الذبذبات الصوتية يسمعونها ويستمعون إليها يعني ولكن لا يفقهون يسمونها ثرثرة طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كيف علم أنه من الممكن أن يأتي زمن يكتشف فيه الناس تسبيح السماوات والأرض والذرات وكل شيء ولا يفقهون فيسمونها ثرثرة إذن هذا دليل على أنه كلام الله عز وجل رأيتم أحبة فلا لماذا التدبر مطلوب لأنك ربما تقرأ هذه الآية عشرة آلاف مرة ولا تدرك هذه المعاني إلا إذا تدبرتها إلا إذا تسألت لماذا قال الله هذا الكلام بالذات لماذا لم يقل كذا هذا هو التدبر لذلك أيها الأحبة دعوني أختم بهذه الآية وأود من الكل أن يحفظها لأنك عندما تحفظ آية فكل حرف تقرأه تأخذ عشر حسنات فاحسبوا كم عدد حروف هذه الآية واضرب بعشرة إلى سبعمائة ضعف وثم إن القرآن ثقافة يجب أن تحفظ لا يكفي أن تقول والله أنا أقرأ وأستمع لا يجب أن تحفظ لأن الله تبارك وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور لم يقل في الكتب لم يقل في الموبايل لم يقل في الورق لم يقل في الكمبيوتر آيات بينات لا في الصدور يجب أن تضع هذا القرآن هذا الكلام في صدرك على الأقل أحفظ آيات كثير من الصحابة لم يحفظوا القرآن كاملا منهم من مات قبل أن ينتهي أو قبل أن يكتمل نزول القرآن وبالتالي ليس من الضروري أن تقول أنا إذا أردت أن أتقرب من الله أن أحفظ القرآن كاملا لا أحفظ ما تستطيع ولكن لا تترك صدرك فارغا لا تترك قلبك خاويا من آيات الله من كلام الله لأن هذا الكلام عندما تضعه في صدرك هو السلاح ضد الاكتئاب ضد الشيطان ضد مشاكل العصر وهموم العصر ومخاوف العصر القرآن علاج أيها الأحبة لا يعني أنه علاج عندما نذهب للشيخ ويقرأ عليك لا أنت ستموت ويقرأ عليك القرآن القرآن علاج أنه أنك تفهم معانيه وتضعه في صدرك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم وتتأمل وتتأثر بهذه المعاني ويخشع قلبك فيحدث وقتها الشفاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفاء لنا ونعيد هذه الآية أرجو حفظها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر